امكانية تمرير المشاريع القوانين الخلافية العالقة في ظرف اكثر من سنة وهو السقف الزمني لما تبقى من امر مجلس النواب تباينت حولها ردود الافعال النيابية حيث شكك نواب دولة القانون في قدرة المجلس على ذلك رغم وقود هيئة الرئاسة على ادراجها حتى وان لم يكن عليها توافق السيد رئيس المجلس وعدنا على لا ينظر الى التوافق السياسي يأتي بقانون ويطرح جاء بالصوت يمشي ما جاء بالصوت ينحل الى الدورة القادمة او الفصل التشلع القادم ولكن لم ينفذ هذه القضية اما على الوضع العام ارى بان القوانين وكأنه انتهى اليوم ليس قالوا قبل يوم ليس هناك قوانين اساسية فيما اعتبر نواب اخرون ان مشاريع القوانين المتوقفة منذ سنين لم تقتصر على الخلافات السياسية الداخلية بل كانت بفعل تدخلات اقليمية واثرت على ملفات امنية واقتصادية لا هذه الدورة ولا سوابق ولا القادمات يستطيعون ان ينجزوا ما هو في امنيتهم وفي خالم ولكن بدون شك هناك قضايا مسائل متعلقة مهمة يجب الانتهاء منها يعني مسألة المسائلة عادة النظر بقانون المسالة مسألة قانون النفط والغاس هناك مسائل سياسية تتعلق بالكتل السياسية ذاتها وأكون صريح معك هناك تأثيرات اقليمية على الكتل السياسية تؤدي الى تأخير هذه القوانين ايضا اما نواب الاحرار فكان لهم رأي اخر مؤكدين على امكانية اقرار القوانين العالقة خلال الفترة المقبلة برغم من الظروف الامنية التي يشهدها العراق نستطيع ان نحسم الكثير من القوانين واستخرجنا بعد متابعة مع اللجنة القانونية استخراج الكثير من القوانين التي من شأنها ان ترفع من مستوى الشعب العراقي وان تثبت حقوق لهم نصها لهم الدستور زياد نهاد الحرة بغداد اشتركوا في القناة